طيب. اعلامنا مبارح كان بيقولي بقى. احنا في مصيبة اهو. تعال نشوف اعلامنا مبارح كان بيقولي. عمر اديب مبارح كان بيتسلطن مع مصطفى حجاج. وبيقول له يا بتاع النعنع يا منعنع. وعمر 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 كان بيهز. عمر اديب مبارح كان بيهز يا جماعة. وكان بينقط. وكان بيطلع فلوس على شايد دي المصطفى عشان يسمعه مكلسوم. وحاجة بقى مش حايز اقولك. فعلا واضح ان احنا عندنا مشكلة. فعلا واضح ان هم مبارح كانوا حاسين بالمشكلة. وتقريبا علشان السد آآ الملء التاني للسد كانوا بيحتفلوه جايبين مصطفى حجاجة هو وبتاع وبيقول له غنيلي وحنقطك بقى فهمت? هو مش حينسى نفسه. يعني عمر اديب مش حينسى اصله. عمر اديب اللي كان اصلا بيقدم برامج مناوعات ويقعد تحت رجلين الرقاصات. مش حينسى اصله ورجع له مرة تانية هم مبارح. هو ده اللي بيجي يقعد يقول لك بقى ايه? القيادة في مصر. القيادة فهمة. واحنا جمديق هو ده. آآ انا مش عارف السفاهة دي هنفضل فيها لحد امتى. دولة مهددة. ومبارح بيتبعت لك ورقة من الاسيوبيين اختار. احنا بنبنى الملء التاني. حط راسك مترح متحط رجليك وشوف لك هيه تضرب راسك فيها. والاعلام بتاعنا كان ده مشهده مبارح. نقوط. وغلاسة. وغتاتة. وتفاهة. ولا كأن الدولة بتعاني او دخلها على مصيبة اسمها الماء. ليه? لان الدول مش حاسين بيك. اللي زي ده مش حاسس بيك. مش حاسس بيك. ولا حيحس بيك. ولا حيشوفك. ولا حتفرق معه. ليه اصل ما دي بتاعة الغلابة الفلاحين. خمسة وعشرين مليون فلاح ممكن ما يلاقووش ارض يزرعوا فيها. عمر قديب بقى مش فلاح. عمر قديب ابن ايه ابن عبد الحقيق قديب. مش فرقة معاه يعني. يا جماعة الشاب وما ما عندنا هي يا جماعة. هو عاملك كده. انما اللي بيحس بالنار. على قلت الفلاحين في بلدنا في مصر. ما بيحسش بالنار غير اللي كبشها. ما بيحسش بالغلابة غير اللي حاسس بيهم بجد. مش اللي بيتصنع. ده الفرق. بالناس آآ بتنقط. وناس بتغني. وناس بتزيط.